وسط كل هذه الأفراح والسعادة والإيجابيات اللي كانت في المبرانة النهاردة في لقطة واحدة ما كانتش حلوة لا قطة واحدة شفت فيديو أنا داخل لسه دلوقتي وأنا عمال أقول روح رياضية عظيمة وأداء رائع وفعلا والله كل عيبت الأهل والزمالك النهاردة والجمهورين الجمهورين النهاردة ما فيش فاصل بينهم الجمهورين ما كانش فيه فاصل بينهم الحالة اللي احنا بنحبه وهجي عالجمهور بعد اللحظات بس أنا نفسي نفسي منش كبالة إنه يبقى كابتن حقيقي موهبة رائعة موهبة عظيمة موهبة ممتازة موهبة تاريخية اسم كبير في تاريخ نادي الزمالك لعب طيب ورائع وكل شيء نفسي يسيطر على مفعالاته أنا أعتقد إحنا كل المباراة قالوا الزمالك غالباً يعني بنقول نفسك كلمتين أرجوك سيطر على مفعالاتك وبالمناسبة أنا هقولك كلمتين دول وهيطلع لي ناس يقولولي طب والجمهور اللي عمل والجمهور اللي مش عارف إيه أنا ما عرفش الجمهور عمل إيه أنا شفت اللقطة بس بتاع شكبالة الجمهور مستحيل تسيطر عليه سيطرة كاملة ننصح ونقول له الجمهور بلاش إساءات ولو سمحتهم ما تدايقوش الناس ولو سمحتهم شجع فرقيتك كل ده هنعمله بس عمرك ما هتسيطر على جمهور بس الكابتن القائد تصرفاته محسوبة جدا جدا على فكرة موضوع عدى بسلامه والحمد لله بس كان ممكن لعب من الأهل إيه الحق ده بشوف يعني وتلال المنظر الحلو ده كله يتعكف لحظة بدون داعي بدون داعي مش هتطور في الجوزئية داية عشان بزيان بقولك النهاردة من كتلة وجملة وكل الإيجابيات العظيمة دي مش عايزين نقف على حاجات مش حلوة